الدولة اشتغلت في مشروعات متعددة بتكلفة أكتر من 10 تريليون جنيه في خلال 10 سنين تعدت العشرة تريليون جنيه في خلال 10 سنين في مشاريع خاصة بالبنية التحتية في تطوير وبناء الإنسان وأيضا في التنمية الاقتصادية هذه المشاريع الضخمة التي تبنتها الدولة المصرية خلال هذه السنوات ما كانش فيه ملف واحد ما تمش التعرض ليه وما تمش اقتحامه من الدولة المصرية أنا بقول كده لأن الأولويات كانت كلها موجودة من 2014 للنهاردة سواء بنية تحتية سواء تعليمه صحة زي محارتكم شايفين سواء طرق سواء نقل أمن غزائي حماية اجتماعية كل ملاحي التنمية موجودة في المشروع القومي اللي تم من 2014 لحد 2014 بهذه التكلفة الضخمة اللي تجاوزت العشرة تريليون جنيه لكن احنا بنشوف ايه اللي ممكن نعمله احنا نشوف محركات البحث العالمية باستخدام الزكاء الاصطناعي او روبوت المحادسة والقواعد ومعالجة اللغة الطبيعية ونستخدم نشوف رأي المجتمع الدولي على المشاريع القومية اللي تمت في خلال عشر سنين رأيها ايه في التنمية البشرية وسألنا سؤالين ازاي يكون في تأثير مباشر ليه التنمية البشرية او المشاريع على التنمية البشرية وسألنا ايه التحاليل الدولية اللي على هذا الموضوع علشان نقدر ان احنا نطمئن على وجود بعد دولي لما تم في مصر في خلال العشر سنوات كان الرد الحقيقة ودي منصات ومحركات دولية بتستسقي المعلومات من كل ما كتب عن المشاريع الخاصة بمصر خلال العشر سنين واحنا حددنا له مهمة وهي ربطها بشكل مباشر فكان الرد من خلال التشات جي بيتي بيقول ان هناك مستوى المعيشة وجودة الحياة هناك توفير لفرص عمل وزيادة في الدخل هناك تحفيز في النمو الاقتصادي وايضا تعزيز للتعليم والتدريب المعني وتحسين جودة الرعاية الصحية وتحسين جودة التعليم ده رأي المؤسسات الدولية من خلال محركات البحث فيما هو تم من في مصر في خلال عشر سنين اذا ما فعلته مصر من تبني لمشاريع ضخمة خلال عشر سنين في كل المجالات كان محل تقدير من المؤسسات الدولية بشكل كبير وكان له تأثير مباشر على التنمية البشرية اللي هي في صميم بناء الانسان سألنا السؤال التاني الخاص بالتقرير الدولية يعني الكلام ده مصدر المعلومات من خلال منصة البحث مصدرها ايه؟ كان المصدر الرئيسي في البحث هو المؤسسات الدولية زي البنك الدولي وزي صندوق النقد الدولي وزي برنامج المتحدة الانمائي الـ UNDP وأيضا المؤسسات الأخرى زي اليونيسيف واليونيسكو والـ UN agencies بشكل عام إذن ما تم من خلال العشر سنوات كل مجال تم في مشروع كان له بعد رئيسي وأساسي ومباشر في التنمية البشرية سواء من خلال خلق فرص عمل أو من خلال تحسين حياة المواطن المصري أو تحسين أداء الاقتصاد وده يخدنا إلى أهمية أن الأمور في الدولة من المشاريع القومية لها أساس وأساس كبير في كل المشاريع لو كلمنا عن مشاريع خاصة بالتعليم أو الصحة أو الطرق أو النقل أو المواني أو الزراعة أو الحماية الاجتماعية حنلاقي الرعاية الصحية الوحديها من خلال أكتر من ألف وثلاثمية ألف وثلاثمية مشروع في عشر سنوات بتكليف حوالي مئة سبعة وسبعين مليار جنيه بخلاف المبادرات الرئاسية وبخلاف كثير من المنشآت الصحية والعلاج على نفقة الدولة وقائم الانتظار لو رحنا للتعليم قبل الجامعي هنلاقي الانفاق الحكومي حوالي تريليون جنيه سواء من خلال زيادة في أعداد الفصول الدراسية أو زيادة في أعداد المدارس وأيضا الاهتمام بالتعليم الفني والمدارس المتخصصة زي المدارس اليابانية ومدارس المتفوقين كل ده أدى إلى زيادة في المؤسسات التعليم سواء تعليم القبل الجامعي أو إضافة ما يقرب من خمسين جامعة في فترة ست سنوات أو أقل لمنظومة التعليم بالإضافة إلى موازنة زيادة في موازنة التعليم العالي والبحث العلمي حوالي تلتميت ضعف عما كانت عليه في 2014 بخلاف المشروعات اللي جارية العمل على أساسها في مجال الحماية الاجتماعية أيضا تخصيص أكتر من مئتين مليار جنيه لدعم الأسر الأولى بالرعاية من خلال برنامج تكافل وكرامة ومن خلال توفير الدعم نقدي وأيضا مساعدات أخرى من خلال تعويضات المتضررين المترجم للقناة